موسيقى موسيقى الحكومة مجرد أحزاب سياسية كتل سياسية أن يعتبر هذه الحكومة وهذه الكتل السياسية ليس كتل سياسية بل هذه عصابات سياسية استولت على مقدات البلد لبث خيراته هؤلاء ما عدوا برنامج ببناء دولة صحيحة أغلبيتهم هؤلاء أجندات خارجية وهذه الأحزاب السياسية التي اتخذت من المجردات العائقية قناة من الأحزاب ماكوا بناء دولة البارحة تصريح وزير الدفاع ماني يقول هاي القنابل للقنابل المتظاهرين خاجة عن قطار الدولة ومنعهم أن يضربهم هذا تصريح صادم هذا حكومة استقيل هذي عصابات سياسية مو أحزاب وأيضاً أنا أقول لك أن هذول أغلبيتهم مثل أجندات خارجية بالمقابلة الإسرائية والأمريكية ليش اللهم بناء بشوله العراق فقدت سيادة العراق الآن يتحكم بقاسم إسليماني والحكومة الإيرانية وليس الحكومة كان هناك شرط كانت هناك شرط على عدن الاستقيل اجتمع به قاسم إسليماني قال له أنا لا تستقيل أنا أقمحهم وهذا الضيول هي ضربتنا نطالب بحكومة وطنية هل نريدهم إحنا نريدهم يسقطون انتخابات مبكرة تقود هالأمم المتحدة ويسكتل السياسية تغيير مفوضة الانتخابات اليوم يوم الشعب الشعب هو اللي يحكم مو ذولي اللي عملاوي جواسيس نحن نرفض نرفض هذه العامر نرفض قيس القز علي نرفض عياد علاوي نرفض سليم الجبوري نرفض قيس القز علي اليوم حكومة الشعب أريد حكومة خارج الطاقة لحزاب عالفانس دي ويجلب نصب محاكمة من الضرب المتظاهرين من لقتل المتظاهرين أكو دولة بالعالم تضرب الشعب بالتقليص الناص يضربون الشعب بالتظاهر السلميين نضربهم غازلات محرمة دوليا جاء بيهم من غالية السربية بني طالب بمحكمة دولية الممارطة المالتهم وهم فازين وثاني شيء يتخلخل وقالوا بيناتهم يتعاركون واحد يذبع الثاني بس أنا رساطة أريد ويصلها الوزير الدفاع لو أنت شريف بكان ما تقول دول مسؤول الدموع من غير جولة جاية وغير جهة وإحنا ما مستوردين هل العراق لا الداخلية ولا الدفاع وزير الداخلية تابع لإيران وحايرين وذولي اللي قاعد يرمون بينا الأحزاب نعرفهم اتشانهم بالمحافظات أنا من المحافظات العمارة كلهم شردهم من ناكي جوهنانا يكتلون بالناس ثاني شيء وجيش عراقي أطي أمور خلي يسحكهم سحي والله العظيم إحنا شعب واحد متوحدين بسنتهم السياسيين الشيعة والسياسيين السنة دمرتوا العراق سويتوا الطائفية جبتوا لنا الدواعش التبعية لإيران إيران السليمان يطلع من العراق ما نريدكم عمي ما نريدكم أنا رجال شرطي موصوخ عقدي خابروني قالوا لي أرجع ما أرجع تشذبوا يتشذبون علينا يريدوا يفرغوني من المظاهرات إحنا ما نريدهم لا نريد ساعرون خلنا طكيها ساعرون أفسدي من الأحزاب ها هاي السماحة السيد مقتدل لو أنت عراقي وتقول أنا عراقي وأحب العراق أن نتفلش كتلة الساعرون كتلة الساعرون كل واحد وراه عصابة ذاك اليوم نشارت مقطع نشارت مقطع على نائبة يمنى بالإعمارة ودت للتهديد بالقتل دقت جماعة كل واحد بسوي لقرب عصابة وهاي الدخانيات هاي جديدة اليوم هاي مالإيران شوفوه هاي مالإيران شوفوه هاي جديد هاي كلها جديد هاي يجيبون طبط لنا ست حاويات ست حاويات من البصر مصورينهن شوفوا هاي العراقي يستخدم هاي هذا ما nói الوزارة أتفاع هاي وزارة التفاع تقول ما أضرب هذا اتفاع غربونه به وزارة التفاز اسمعني هاي هاي شا تشوف بالبشر اسمعني يسوي صرع هذا هذا يسوي صرع كافيكا من العباس اللي اشتمى يسوي صرع بس احنا ما ننسحب اكل موجود راحة موجودة وكشة موجود ووش تريد موجود بالعراق وثاني شي تجاري العراق تجاري العراق البصرة بالإعمارة بالناصرية بالواسط بالأنبار بالذلوجة ادعموا الشباب الماعدة كروة طوكر وخلا يجب ساعة التحرير هنا راسي الحية خل نقتل الحية منها ونرجع للذيت الى المتربعين على عرش السلطة اهديكم هذا المربع البغدادي اليوم على الفساد اعلين الثورية اليوم على الفساد اليوم على الفساد اليوم على الفساد ما ريدا حكم يقطع ويريدي باليل ما ريدا حكم يقطع ويريدي باليل ويقطع كهرباء ويقطع علموية اليوم على الفساد اليوم على الفساد اليوم على الفساد تبجير وقتل هذا الحكم سفح تبجير وقتل هذا الحكم سفح تشيع الشباب زهور يومي يوم على الفساد ريال يوم على الفساد من حرب والحارب خلوك المجنون الحرب والحارب خلوك المجنون أطراد وعرب اليوم على الفساد أعلن الثورية تريليون وكسر دولار راحة وين حفلة ورقص وتفوف تشوبية تريليون على الفساد وزير وبرلمان وريس ونواب وزير وبرلمان وريس ونواب خانوا هالشعب وبقوا الخارجية اليوم على الفساد تريليون على الفساد بالصفر هرس واشتوي حد الموت ودور على البلم نمطر شتوية اليوم على الفساد أعلن الثورية اليوم على الفساد أعلن الثورية لبنال الفجل والرقي مصري شلون لبنان الفجل والرقي مصري شلال ومثل كرشي الوزير الخطة الزراعية اليوم على الفسار على الثورية اليوم على الفسار معاملنا طفة وعقول طفرة ليش شباب تخرجت خبرات بسطية اليوم على الفسار على الثورية اليوم على الفسار خرابوا عمره عشر سنين هدي الحل وبيسم الدين باقول الحرامية اليوم على الفسار اليوم على الفساد لا إسكان لا تعليم لا صحة لا تعليم لا إسكان لا صحة شاوين الحقوق وبيابة ندهية اليوم على الفساد اليوم على الفساد صبرت على الظلم ومطيت أنا دموم صبرت على الظلم ومطيت أنا دموم أريد ديديم جايب ثاورة شعبية اليوم على الفساد لنثورية والجنود يواتي والنخل عوامي يا نومها الصعبية احنا الجباب للفينات العمره 18 سنة و14 سنة ما وعينه على زمن صدام حسين وهزم وعينه على هاي الحكومة الصغطة كلها صغطة من 2003 الحسي احنا نريد حقوقنا ونريد دم الشهدات طاحت بالتحرير لزاة هيران البارحة اليوم الصد هاي الصدف وراحوا قدام الخمسة هناك أجنة يم السنك طاحوا بيها خمسة شهداء ما للحصر اليوم بهاي تفتر بالقاع وضرب سجم على كل الشباب الجوة واحنا عراقيين وان شاء الله منتصرين ونبقى عراقيين ونبقى عراقيين لحد ما تسغط الحكومة وأنا موتين أنا بالتحرير وعبد ماروح خلي جي يكتني خلي جي موتين وماروح عبداني بعد واني منهل الصويرة وماروح عبداني وماروح عبداني oak humour نائق صغيرة نحن نائق صغيرة بالوح بال الهرى واني وسعم وله بقى حراق هو وبقى حراق وwośćعم وله بقى حراق الرواح بال الدف وله بديك لا حراق بطل الرواح بال الدف وله بديك لا حراق لم يقصwnie ورغير خوار هسه جايين هم سلمية صوتك مخبض النخلة إذا ما تفي عليها لها نشلحها من العرج خوش حاتشي هيا نخلة إذا ما تفي عليها لها شو تسوي بها زارة حتى مو خوش حاتشي شلع قلع كل هم حرامية هسه هاي الكيمياء جايين وضربونا علينا ليش ليش شلو ذنفه هسه الكيمياء جاي وصل لك اللي هناك ناس كبار اختنقت أطفال اختنقت الله أعلم يجوز هسه عالم أطفال ناس كبار بيهربوا توفت يراعى الشهداء خيامة شلو توفت شهداء راحت هواي شنو المتشلبين شنوه شعب مايريدكم شعب مايريدكم الله وكيل محمد كافين وحق السماو والطارق وحق القرآن النزل على المحمد بالإسلام مايريدكم الشعب أرحضوا الشرعية ماتوا بعد بطلعوا حيوانونا بطلعوا حيوانونا لا يريد برلمان أحزاب ومحاصصة ولا يريد رئيس وزراء ولا يريد انتخابات لا لا دقيقة دقيقة الانتخابات دقيقة الانتخابات يزغرون مريد لا انتخابات مريدها أحزاب مريدها أحزاب مريدها كل شلع قلع كل هم حرامية موسيقى اليوم نحن عند مطالب شخصية ما نريد قضية تعيين قضية إجور يومية تحولها عقود قضية عقود تحولها إلى ملاك دائم بعد ما نريد نحن اليوم الضالب بإصلاح العملية السياسية ككل أول شيء تغيير دستورة أو تعديلة أكو نقطة مهمة اللي الأغلب غافل عنها هي قضية القضاء أول شيء هو إصلاح القضاء إذا صلح القضاء صلحة العملية السياسية نحن اليوم أي مسؤول أي سياسي القضاء هو اللي جاي يطلعي وهو يعدنا ملفات فساد القضاء ما جاي يكشفها وهو يعدنا ناس جاي تكشف هاي الملفات القضاء ما يحاسب لأنه هو القضاء السلطة القضائية هي فازدة فاحنا نطالب تغيير القضاء تغييرنا عملية سياسية من 2003 اللي اليوم ما سونا شيء ما غيروا شيء وهذا الشعب هسه طالع يطالب بالتغيير وجاي يضربونه بقنابل المسيرة للدموع وأطلاق الرصاص الحي فحبيبي اليوم احنا كقضايا شخصية كالتعيين ومطالب شخصية بعد ما نريد اللي نريده هو تغيير العملية السياسية شلع ملع حال وجوه بعد ما نريده يعني العراق ما ولد بس حسب الدعوة العراق ما ولد بس تيار الحكمة بس سائرون الكل الكل بدون مسميات العراق فوق الجميع اليوم هذه الوجوه فشلت بادارة العملية السياسية بالعراق اليوم ها كفت نقطة مهمة البعض يطالب بتدخل أمريكي لا تدخل أمريكي لا تدخل إيراني لا تدخل سعودي احنا نريد القرار العراقي الصراع الأممي الصراع الدولي بين إيران وأمريكا وتصوية الحسابات في المنطقة احنا كثوار وكمعتصمين وكمتظاهرين وكعراقيين رافضين رفضا قاطعا أي تدخل دولي أي تدخل من إيران كانت أم أمريكا أم سعودية احنا عراقيين وجزاك الله أهل وخير بصراحة يا أخويا أقول لك حتايا الحكومة ما شادة راس للشعب أبت وتريد تماطل تماطل تقول لك هذا الشعب راح يمله ويتعب بس إن شاء الله ما نمل ولا نتعب وخلي حاسبون الفاسدين المضبوطين المالكي الميزانية 2014 وين وداها؟ شو ما حد جابه؟ حزب الدعوة؟ الفلش العراق؟ عشر سنوات مدرس مان سنوات؟ ليش ما حد يجيب طارية؟ وإن شاء الله باقين هناك؟ المماطلة وجاي صارعون هم جاي يستنزفون الناس عاية مراهنة على الوقت الوقت هاي المماطلة جاي يصفون شغلاتهم دين معركة وجود لو هما لو إحنا إذا هما يبقون ماكو شي بس هما جاي يشوفون الحبال والمشانق معلقة بساعة التحرير يعني إذا صارت الحكم بيد الشعب والقرار يرجع للشعب راح ينسحلون فما لهم أي وجود فهذا البقاءهم وهنانة وما تصريحاتهم واحد يقول الدولة الحكومة الداخلية جاي ينخطفون ضباط جاي تنخطفوا من الداخلية زي اللي تمشينوا وجودكم تبقاعدين في علوة لو دولة وحكومة وش اسمه انت جاي تناشد انت رئيس الوزراءة تناشد انت تناشد لو عمنا ناشد انت ملو تناشد انت جبارة بالطرشي حتى تناشد له رئيس وزراءة عم شعبك جاي يموت صخم متشك وطلع صخم متشك وطلع للعالم شعبك شبابك جاي يموت بس انت انا الشيك بيك انت مو عراقي والله مو عراقبة ارجع للدولة لأمالتك وخلي كتابك أدليث الحديثي وخليه وخليه يعلن استقالكك وقول منه ضغط عليك الضغط عليك منه حتى نفتهم احنا نعرفهم ومنه يسينكم وقلتم ناس شلة من عبيد عبيد فإحنا أحرار ما نستحق واحد يحكمنا عبد إحنا أحرار عراقيين عرب ونبقى عرب زيال لولا فطلعوا تدخل حاويات وتطيجة يتمون الشغب وغير الشغب بمواد سامة والسجم وبمبات مالخنازير قمح لبشر مو حيوانات انتم الحواويين قلهم راح يطيحون بها فماكوا واحد يفلت من أتاء الله وكيلك الكل راح تتخاسب احنا ما طالبنا كل الكوكب بالأرض كلها عرفتها بس اللي كوكب الخضراء ما عرفها يطلعون علينا علم عراق وكمامة أسعنا قدامك شاين علم وكمامة كلا كلا الفاسد ينصيح يطلع لك بسلاح وهي خلق يتواجهه وتشكب قصدك الطب تنبت براته ألا متى احنا نبقى هيتش نزف شهداء بس والله العظيم والله العظيم لا ايران لا امريكا توقفنا ومستمر سنة سنتين شهر شهرين نحن باقين والله العظيم نبقى هنا نبقى ايران والله ايران شما سويته نبقى احنا انزف شهداء نطعواين باقين باقين ما طول على حق العراق ما طول على حق هاي الشباب هاي طلعت على حق والله ما ترجع بزعنا منكم وطلعوا اطلعوا دبحت هنا لحمايم بالقرآن لا مو نعتجيكم ساقعة من الله واهل البيت بالقرآن بالقرآن تسحق بكم الارض والحسين وطلعوا بزعنا يا من تسمون انفسكم ساسة وانتم من السياسة برا ارحلوا اننا شعب ذاق على ايديكم الويلات ذاق على ايديكم كل انواع الظلم والجور ارحلوا لا بقاء لكم نريد ان نحقق مطالبنا نقول لكم ارحلوا لا تماطلوا اننا باقون وصامدون اليوم وغدا لن نرحل ولن نترك ساحات التظاهر والاحتصام وسنصعد من مطالبنا وسنصعد من احتجاجاتنا سنقطع عليكم كل شارد ووارد حتى ترحلوا ارحلوا لا مكان لكم في بلد في بلد قاده علي ابن ابي طالب والحسين لا مكان لكم في هذا البلد العظيم الحكومة تماطي اللي ان الحكومة امرها مو بيدها تاخذ امرها من السفارات بالذات السفارة الامريكية والسفارة الايرانية هذا اللي يجي يجيهم الامر خصوصا السفارة الايرانية صحيح امريكا اللي محتلتنا بس حبيبا امريكا بعد انسحبها سيطر علينا ايران هي اللي مولت احزابها وهي اللي مولت ميليشاتها وحشد طهران اللي متبثل بالاعظر بالخامناعي قالك وي راي قنواتهم اللي تدعى بالحشد اولا ما خاف هذا انا خالد نجم العبود المدية الصدق الاتجاه الفراط الغدير ذول اللي يتاعبين للحزاب يمثلون الجماهير العراقية خليجي هنا انا ويقول انا هذا قناة ليش لان ذولي متلطقين روحهم بالدم العراقي ليش الجماهير تحرق احزابهم ليش ما يطلع ليش ما ينقل مباشر ليش المباشر ما لورا الجسر لان هو متلطق دمه بالشعب العراقي وشكرا موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم ويد قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون هذا مو قول الشعب هذا قول الله سبحانه وتعالى بالقرآن عندما يخرج الشعب على مجلس النواب والحكومة معناها ان هذا الشعب هو هو الذي يطالب taki هم المفسدون عندما يطالبوENE بالاصلاح لا يأتى الاصلاح من حيث الفساد لا يأتى الاصلاح من حيث الفساد اخوان ايه الشعب العراقي الحكومة الحكومة تأتي من مجلس النواب ومجلس النواب يأتي من الكتل السياسية والاحزاب والأحزاب تأتي من دول الجوار مصدر الحكومة هو مجلس النواب مجلس النواب هو الفاسد عندما دافعنا عن العراق نحن العراقيين فقط لن يأتونا من الدعم الخارجي إلا أنكم أنتم تؤمنون بالشعارات الوهمية شيعة الإنجليز وما إلى غيره بل نحن شيعة العراق نحن شيعة أمير المؤمنين وسنة العراق ومسيحي العراق وكرد العراق نحن المصلحون ونحن خرجنا على مقول السيد الشهداء عليه السلام عندما قال قولته الشهيرة أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مبسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الإصلاح نحن مصلحون ولزنا فاسدون نحن مصلحون ولزنا فاسدون نحن نريد نعيش كريم بدون ولاآت خارجية وبدون ولاآت لأي دولة المكانة نحن اجتمعنا على حب العراق لا يجمعنا أي حزب سياسي وأن قوة تظاهرات العراق هي لأنها ليست لها قائد كل من يمثل العراق الآن في ساحة التحرير هو قائد للعراق وهو الذي يقود العراق لحوى طريق الإصلاح نحن وسلاحنا أبيض نحن وسلاحنا أبيض هذه أسلحتنا وأنتم أسلحتكم هي الحصون تتنعمون بالأموال والسحة الحرام والسيارات المرفهة والعيش الكريم وأولادكم في السفارات في السفارات والقنصليات الخارجية والأمريكية وغيرها وغيرها والشعب يرتصف الشوارع والأرصفة في سبيل لقمة العيش تبا لكم تبا لكم تبا لكم الريد مطالبنا كلها تطع هاي الحكومة مننا كافي كافي هاي العالم داتمون شنو ذنبها وعلني صورة علني دايحشون إحنا نقتل وإحنا نخطف وجاي سلبون من دايح يخطف من هو دايجي من العراق يخطف لهم الحكومة وهاي آخر كلمة لهم أقول لهم وطلعوا حسن لكم ترى هاي الشباب بعد انتهى صبرهم ما أحد يطلع زين ما أحد يطلع بعد لأن عرفه الحرامي وين وعرفه الحرامي وين دايبوت من هو هم كافي كافي مليانة اللي الجاهل يأكل من الزبالة المرأة الجدي الشائبي نايم عرصي المذبوب شنو حال حياتنا كافي ما طلعوا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بالمناسبة من المعيب على الحكومة أن تحصر نفسها في زاوية ضيقة وفي غرفة تسمى الخضراء لأن المطالب واضحة عازمون على أسقاط الحكومة كل أطياف المجتمع العراقي مجتمعا بمسيحه وسنته وشيعته واليزيدي وكل أطياف الشعب العراقي صغير مع كبير الطالب والمهندس والكاسف وكلهم لا يريدون الحكومة نحن عازمون على أسقاط الحكومة هذا واحد الجانب الثاني جمعنا 12 ألف توقيع للأم المتحدة والرأي العالمي مطالبين باتخاذ موقف سريع وحازم لوقف إطلاق النار طبعا بالمناسبة قبل ساعة أقسم بذات الله أنه أنا شفت في عيني ومع الأخوة الثوار قاموا بإطلاق عيارات نارية حية وقد أصابوا ثلاثة من الثوار طبعا رمي حي موجود هذا جانب الجانب الثاني طبعا القنابل السلسلية للدموع تزن نصف كيلو غير التقليدية اللي تستخدمها باقي الدول طبعا إحنا عازمون إن شاء الله ومتفائلون أشد التبائل إن شاء الله على أسقاط الحكومة وتغييرها بمشاركة الأمم المتحدة ويتم تشكيل انتخاب حكومة تصريف أعمال حكومة مواقته إلى أن طبعا يولد من رحم شعب العراقي حكومة نظيفة عازمة على تحقيق مطالب الشعب العراقي والله طبعا بمنتهى الصراحة موضوع الإصلاح موضوع سأمناه وموضوع ممل للغاية موضوع الإصلاح سمعناها قبل فترة إصلاح وأصلاح ولا يوجد أي إصلاح يوجد حلول ترقيعية يوجد وعود كاذبة يوجد أشياء على سراب في أرض الواقع لا يوجد أي إصلاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر